تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرض المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي حيث شاهد بياناً عملياً لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتل الجيش الثالث الميداني والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيداً بما يبذله من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتل القوات المسلحة ستظل دائماً هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الاتجاهات كما أدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع إلى أرائهم واستفسراتهم في العديد من المجالات وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره وفي سياق متصل إلتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما استعرض خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأدار حواراً مع مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر